قرد الترسير الكائن الصغير هذا القرد الذكي ذو الطابع الخاص المعروف بأنه أصغر وأغرب أنواع القرود يثير فضول العديد من الباحثين وعشاق الحيوانات ينتمي الترسير إلى فصيلة القرود على الرغم من وجود اختلافات بارزة تميزه عن بقية أنواع القرود يتميز بحجمه الصغير وشكله الفريد ويتمتع بقدرة استثنائية على التكيف مع بيئته يعيش الترسير في مناطق مختلفة مثل الغابات والأدغال ويتغذى على مجموعة متنوعة من الطعام مما يجعله كائنا مثيرا للاهتمام في عالم الحياة البرية قرد الترسير يظهر كتحفة فنية في عالم الحيوانات حيث يتميز بعينيه الكبيرتين والبارزتين التي تلقب بالجواهر اللامعة في وسط وجهه الصغير يطفي حجمه الصغير طابعا فريدا كما يبرز جسده بلا فراء فوق جلده ما يميزه عن غيره من القرود اللافت أيضا هو الشكل الغريب لأرجله مما يجعله يبدو كمخلوق فضائي في عالم الغابات كل هذه السمات تجعل قرد الترسير لوحة فنية حية تستحق الاكتشاف والاستمتاع بتفاصيلها الساحرة قرد الترسير الذي يعرف أيضا بالقرد الطائر يعتبر مخلوقا فريدا يتغذى على مجموعة متنوعة من الكائنات بدءا من الثعابين والحشرات وصولا إلى السحالي والطيور والخفافيش وتظهر عاطفة الأمومة في سلوك الترسير حيث تحمل الأنثى صغيرها لمدة تصل إلى ستة أشهر قبل أن تلد طفلا واحدا يثير بهارا حقيقيا أن يولد صغير الترسير مغطى بطبقة سميكة من الفراء وعينيه مفتوحتان ويظهر قدرته على القفز بمهارة بعد يوم واحد فقط من ولادته ولا تنتهي المفاجآت هنا فبعد عامين فقط يكتسب صغير الترسير القدرة على التزاوج مما يبرز دوره الفريد في دورة حياة هذا الكائن الرائع ومن الأمور الرائعة في قرد الترسير استشعار الأصوات ذات الترددات العالية التي تصل إلى 91 كيلو هيرتز يظهر الترسير قدرة فائقة على التفاعل مع هذه الأصوات ويشير البعض إلى قدرته على القيام بالتخاطب الصوتي حيث يتم التواصل بتردد يصل إلى حوالي 70 كيلو هيرتز هذا السمع الفائق يمكنه من استشعار البيئة بشكل دقيق والتفاعل بفعالية مع رفاقه في محيطه إن هذه القدرات الصوتية المتقدمة تضيف لسحر وتعقيد حياة قرد الترسير مما يبرز تنوع وتكيف هذا الكائن في عالم الطبيعة تتميز تركيبة مخ قرد الترسير البارزة عن تركيبة المخ في باقي الرئيسيات مما يشكل جوانبا مثيرة للاهتمام في علم الأحياء يظهر هذا الاختلاف في ترتيب روابط عين الترسير وكذلك في هيكل النواة الوحشية المتواجدة في المهاد يعتبر انفراد قرد الترسير في تسلسل طبقات استقبال المعلومات البصرية من بين السمات البارزة التي جعلته يتميز ويصنف ضمن أغرب أنواع القرود في قرد الترسير يتمثل التميز فيما يتعلق بتوزيع الطبقات الخلوية التي تستقبل المعلومات البصرية حيث تتواجد الطبقات التي تستقبل من العين الجانبية في نفس الجهة بينما تتم وضع الطبقات التي تتلقى المعلومات من العين المقابلة في الناحية المقابلة للرأس كما أن قرد الترسير لا يتمتع بوجود البصات الشفاف في عينيه والمسؤول عن انعكاس الضوء في الأماكن المظلمة ليلا كذلك لا يمتلك قرد الترسير مشطا للأسنان ولكنه يمتلك صيغة مميزة جدا للأسنان تميزه عن باقي القرود قرد الترسير الذي كان يعيش في غابات وجزر مختلفة حول العالم شهد تحولا في الفترة الأخيرة حيث أصبح مستوطنا في المناطق الجنوبية لشرق آسيا تم تأسيس حظيرة خاصة لحماية هذا الكائن الفريد في جزيرة بوهول في الفلبين الرجل الذي قام بدراسة خصائص قرد الترسير في هذه المنطقة هو كارليتو بيزراس الملقب برجل الترسير يمكن للزوار في هذه المحمية أن يشاهدوا قرد الترسير دون لمسه مما يوفر تجربة فريدة لفهم سلوك وطبيعة هذا الكائن الرائع تمثل هذه المحمية فرصة للحفاظ على قرد الترسير والتعرف على أسرار حياته في بيئته الطبيعية سبحان الله الخالق العظيم لا تترددوا في مشاركة آرائكم والاشتراك في القناة للحصول على المزيد من المحتوى المثير شكرا لكم على المشاهدة ونلتقي في الفيديوهات القادمة